اختاره الله لحمل رسالته إلى قومه نبي عربي من قوم عاد الأولى كان قومه يعبدون الأوثان فدعاهم إلى الله فكذبوه قال تعالى كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون أهلا وسهلا بكم مع ضيف جليل عظيم من أعلام اليمن إنه أكبر الضيوف وعلم الأعلام اختاره الله لحمل رسالته إلى قومه نبي في بلاد حضر موت إنه هود بن عبد الله نبي عربي من قوم عاد الأولى بل هو نبيهم وذكر ابن قتيبة في المعارف هو هود بن شالخ بن سام بن نوح ثم قال قال وهب هو هود بن عبد الله ابن رياح ابن حارث بن عاد ابن عوص ابن إرم ابن سام بن نوح أرسله الله إلى قومه عاد الأولى قبل ثمود من سكان الأحقاف من سكان الأحقاف منطقة معروفة الأحقاف شمالي حضر موت وكان قومه يعبدون الأوثان قال تعالى ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود في سورة هود في القرآن الكريم سورة تسمى سورة هود فدعاهم إلى الله فكذبوه واتهموه في عقله فأنذرهم وحذرهم من غضب الله قال تعالى كذبت عادون المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجر إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنينا وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أو عظب أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم كما جاء في سورة الشعراء إنه نبي الله هود عليه السلام وأمسك الله تعالى عن قومه المطر وأرسل عليهم ريحا استمرت ثمانية أيام فهلك أكثرهم كانت ساحة قبره عليه السلام سوقا من أسواق العرب في الجاهلية ونقل المؤرخ الحسن بن أحمد الهمداني في كتابه الإكليل حكاية مستغربة عن رجل من حضر موت سأله الإمام علي بن أبي طالب عن قبر هود نبي الله فقص عليه أنه كان يسير في وادي الأحقاف مع جماعة فدخلوا أحد الكهوف فوجدوا فيه رجلا على سرير شديد السمرة طويل الوجه قد يبس جسده وإذا مس فهو صلب لا يتغير وعند رأسه كتابة أنا هود آمنت بالله وأسفت على عاد وكفرها وما كان لأمر الله من المرد وقيل إنه وارد قحطان قال عنه عبد الرحمن بن عبيد الله مفتي حضر موت في كتابه بضائع التابوت في نتف من تاريخ حضر موت ما نصه ولا يزال أهل حضر موت يزورون قبره إلى اليوم في شهر شعبان من كل سنة وما زالوا حتى الآن وكان السابقون يرون كمال الزيارة بالحضور ليلة النصر من شعبان وهود صلى الله عليه وسلم وصالح كان عصرهم قبل نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام في فترة ما بين نوح حتى عصر إبراهيم جاء سياق أمتهم والحديث عنها وأنبيائهم في الفترة ما بين نبي الله نوح وما بين نبي الله إبراهيم جاء هؤلاء الأنبياء وذكرهم وقومهم صلوات الله وسلامهم عليهم أجمعين وإلى لقاء مع ضيف أو ضيفة إن شاء الله